عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض الإجراءات المقترحة لحوكمة منظومة توزيع ألبان الأطفال الصناعية المدعمة وسبل زيادة الانتاج خلال الاجتماع أكد مدبولي أن هناك تكريفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التنصيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية لتطوير الطاقة الانتاجية المحلية من لبن الأطفال لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراض من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة هذا ونقش الاجتماع أمكانية طرح عبوات من مختلف أنواع الألبان للتداول وبأسعار مناسبة وتوفيرها للفئات غير القادرة وفقاً لقواعد محددة